بعد ما بجدول الاجتماع بضغط هنا بيزهر لي طبعا الاجتماع على الشاشة التيمز بضغط هنا على الثلاث نقاط وأضغط على view meeting details وهنا طبعا بشوف الاسم الاجتماع وتأكد من كل البيانات وبعدين بطلع فوق خالص هنا في meeting options هضغط عليها هيفتح معايا في البروزر أو في المتصفح عندي على لابتوب عشان أقدر أغير الميتينج options هنا زي ما احنا شايفين مجرد ما فتح معايا بشوف ال details بتاعت الميتينج وبدينا options أكتر هو كان pay pass the loopy أو تخطي سحة الانتظار لو انت عملا عربي هنا مكتوب only me بس أنا طبعا هضغط على الساب ويظهر عندي خيارات هختار الخيار الأخير اللي هو people in my organization and guests هضغط عليها وبعد ما اضغط عليها زي ما احنا شايفين كده بتظهر عندي هنزل تحت always let colors أو the pupils يعني pay pass the loopy إن هم يتخطوا سحة الانتظار هعملها yes هي معمولة هنا no لا أنا هخليها أنا مش عاوزاهم يقفوا سحة الانتظار عاوزاهم يتخطوا سحة الانتظار فهضغط عليها وفعلها وخليها yes وبس كده كده هيبقى زبط معايا كده البنات هيقدروا يدخلوا الحصة من غير ما من غير ما يوقفوا في سحة الانتظار أو إن أنا لازم أسمح لهم أنا في العول لازم بس في كل حصة يعني كل ما نعمل جدولة حصة ندخل على meeting options عشان نعملها وبعد ما نخلص نضغط على save عشان التغيير اللي احنا عملنا ده يتسايف عندنا بس المشكلة أنه هو بعد كل يعني في كل حصة ساعة ما تيجي تعمل الجدولة لازم تضغطي على options وتغيريها ولازم من اللي لو بتستخدمه iPad يبقى من المتصفح مش هينفع من ال Teams نفسه أو ال App نفسه ترجمة نانسي قنع